الاهل يقدم عرض رسمي لضم مهاجم الترجي التنسي لجنة التخطيط بالاهل تحسن قرار بيع ناصر ماهر محاولة اخيرة من الاهل لاغراء مليكة بعد تلقيه عروض من الخليج الاهلي يطالب فيلر بحسن موقفه سعد سمير يرفض ملايين الزمالك صفقتين سوبر للزمالك في الموسم الجديد مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتكم من جديد وصلت ضارة النادي الاهلي مسعيها في البحث عن مهاجم قوي لقيالة هجوم المارض الأحمر بداية من الموسم المقبل بناء على رغبة السويسري فيلر المدير الفني للفريق وفي هذا الصلاة اشارت صحيفة الصريحة التونسية الى وجود رغبة لادى النادي الاهلي في التعاقد مع طاها يسيل لخنيسي مهاجم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية ووفقا لما ذكرته الصحيفة التونسية تلقى لخنيسي العديد من العروض الرسمية من بينها النادي الاهلي في الوقت الذي اشارت فيه ايضا الى وجود رغبة لدى نادي الوفاق السعودي للتعاقد مع اللاعب فضلا عن اهتمام عدد من الاندية الخليجية بضمه وينتهي عقد الاخنيسي البالغ من العمر 28 عام مع الترجي بنهاية الموسم المقبل حيث شارك مع الفريق التونسي هذا الموسم في 22 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 اهداف بينما شارك مع المنتخب التونسي في 40 مباراة سجل خلالها 8 اهداف وصنع سلاسة اخرين الخبر التالي ارجعت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي البت في العروض الرسمية التي وصلت النادي من اندية المقاولون العرب واسموحة ومصر المقصة والاتحاد السكندري لشراء ناصر ماهر لعب الفريق المعارل اسموحة حتى نهاية الموسم الجاري وطلبت اللجنة من ادارة التعاقلات الانتظار حتى نهاية الموسم لمعرفة قرار السويسري فيلر المدير الفني للفريق بشأن عودة اللاعب من عدمه خاصة بعد ازمة المدير الفني مع صالح جمعة ورغبته في ضم بديل له خلال الفترة المقبلة وشددت اللجنة على انها تسعى للاستفادة من كافة اللاعبين المعارين والذين يرغب المدير الفني في استمرارهم لفترة اخرى خارج الفريق لاكتساب الخبرات المطلوبة حتى يتسنى لهم العودة مرة اخرى لقيادة الفريق خلال المواسم المقبلة الخبر التالي ومحاولات الاهل لاغراء موليكا يسابق مسؤول النادي الاهل الزمن لانهاء صفقة الكنغولي جكسو موليكا مهاجم مازنبي بعد تعصر انتقاله للصفوف لانس الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وجاءت الازمة المالية بين اللاعب والنادي في اعادة المفاوضات مع وكيله خاصة ان فيلر اعلن تمسكه بضم اللاعب للصفوف الفريق خلال الموسم القادم وكشفت مصادر صحفية ان امير توفيق اجرى عدة اتصالات هاتفية مع اللاعب ووكيله للتأكد على تمسك النادي الاهلي بضمه ومنح المميزات المالية الاضافية في عقده مع وضع بند يتيح له الرحيل عن الفريق خلال الموسم الثاني حال تلقيه عرض رسمي مغري في اوروبا مدير التعقدات بالنادي الاهلي بيسعى لإقناع مليكة باللعب للاهلي كمحطة للاحتراف الخارجي من اجل الحصول على توقيعه لسيما انه من الصفقات السوبر التي يعلق المدير الفني امالا كبيرا لضمه حال تعصر بقاء رمضان صبحي مع الفريق في الموسم المقبل الخبر التالي والخاص بعقد فيلر بدأت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الضغط على سويسري ريني فيلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي من اجل حسم ملف تجديد عقده مع الاهلي خلال الفترة الحالية وجاءت تحركات اللجنة من اجل غلق باب الرحيل امام المدير الفني بعد تلقي محاميه الخاص عروضا من الخليج العربي سواء للعين الاماراتي او الجزيرة واتحاد جد السعودي وكشف مصدر صحفي ان لجنة التخطيط بالنادي الاهلي كلفت امير توفيق مدير التعقدات بالتفاوض مع وكيل فيلر من اجل الاتفاق النهائي على التجديد لمدة موسمين قادمين بخلاف الفترة المتبقية في عقده اضاف المصدر ان هناك مخاوف من الرحيل المفاجئ للمدير الفني خاصة بعد تأجيله حسم مصيره اكثر من مرة وتقديم اعزار مختلفة مشيرا الى ان لجنة التخطيط تنظر اخر تحركات مدير التعقدات مع وكيل السويسري قبل اعلان الموقف النهائي سواء باعلان تجديد عقده او رحيله مع نهاية الموسم الجاري الخبر التالي وسعد سمير وملايين الزمالك قررت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع فيلر قيد سعد سمير لعب الفريق المرفوع من القائمة بداية من الموسم القادم بعد اقترب شفاءه وانتظامه في التدريبات الجماعية في منتصف اغسطس المقبل وجاء قرار لجنة التخطيط بعد توقيع اللاعب للنادي على بياض وترك الحرية للنادي الاهلي لتحديد القيمة المالية المناسبة له بعد رفض محاولات الزمالك لضمه مقابل 12 مليون جنيه في الموسم الواحد فيلر وافئ بشكل مبداي على قيد سعد سمير ولكنه طلبنا اللجنة منحه فرصة كاملة لاعادة النظر في استعادة محمد عبد المنع مدافع الفريق الناشئ والمعارض صفوف سموحة حتى نهية الموسم الجاري خاصة وانه كان بيرغب في استعادته نظرا لإمكانياته الفنية والبدنية بجانب قدرته على اللعب في اكثر من مركز في خط الدفاع سواء المساك او الظاهير الايصر او الايمن لجنة التخطيط اكدت للمدير الفني ان تصرف سعد سمير الايجابي وشراءه للنادي الاهلي لابد من احترامه وتقديره ومنح المميزات المالية الاضافية بجانب قيده لمنع اي محاولات استغلال لانتهاء عقده وضمه في صفقة انتقال حر ونوصل لاخر خبر معاكم مشاهدين وصفقتين سوبر لنادي الزمالك اعلن مرتضم صور رئيس نادي الزمالك عن الاقتراب من التعاقد مع صفقتين سوبر خلال الموسم المقبل وحسم المفاوضات بشكل رسمي في غضون اسبوع وانضمامهما الى القلع البيضاء دون ان يكشف عن مراكز الصفقات او اسماء اللاعبين ولكن بعض المواقع الصحفية تكهنت بهذه الصفقات واسماء اللاعبين حيث تكهن البعض ان اول هذه الصفقات هو المغربي وليد الكرتي لعب فريق الوداد المغربي وسط المفاوضات القوية معه والضغط بقوة عليه لضمه في الموسم المقبل ورغم رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي والاولوية لديه في ذلك لكن ادارة نادي الزمالك لم تفقد الامل حتى الان وما زالت تضغط على الكرتي بكل قوة للحصول على خدماته واجراء صفقة تبادلية مع الوداد حيث ينضم حميد احداد للفريق المغربي وينتقل الكرتي الى نادي الزمالك اما اللاعب الثاني فهو حمزة المسلوسي لعب فريق الصفقسي التونسي والذي فتح الزمالك خط مفاوضات قوية معه واستغل اقتراب انتهاء تعقده مع ناديه دون التجديد معه من اجل الحصول على توقيعه وحسم الصفقة في غضون الايام القليلة المقبلة لسد النقص الذي يعاني منه الزمالك في الجبهة اليمنى وبكده مشاهدين خلصت معكم اخبارنا النهاردة اتمنى تكون لاتعجبكم في النهاية عزيز المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك لو بشاهدنا الاول مرة اشترك في قناتنا وفعل رمز الجرس يوصلك اشعار بكل اخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة